السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الرحمن معكم هنتكلم في المقطع ده عن ازاي تشتري من ال اكس بوكس واللستور بتاعه الستور الامريكي بالفيزا بتاعتك والبطاعة بتاعتك على طول عشان تعمل كده اول حاجة هتحتاجها انك تعمل حساب مايكروسوفت والحساب ده يكون العنوان اللي عليه عنوان امريكي لان لازم يكون الحساب مايكروسوفت العنوان اللي عليه يكون مطابق العنوان اللي انت هتكتبه على الفيزا العنوان الامريكي عشان تعرف تشتري من على الستور من على الاكس بوكس ازاي اعمل الحساب ده وازاي اكتب العنوان والكلام ده وايه العنوان ده اللي هنشوفه دلوقتي بس احنا هنا على موقع مايكروسوفت موقع ده اللي هنعمل عليه الحساب بتاعنا وهنكتب عليه العنوان الامريكي اللي هندخله على الاكس بوكس هنعمل ساين ان هتكتب الايميل بتاعك. لأ هنعمل هنعمل حساب بقى جديد. وتكتب الايميل. وتكتب كلمة سر بتاعتك. والاسم اي حاجة. تكتب الاسم طبعا وكده. هنا بقى البلد. البلد هنا زي ما اتنفقنا. هنعملها امريكا. تكتب تاريخ الميلاد اي حاجة. يلا بينا. شوف الكود. طبعا انا اعمل حساب فيك كده عشان بس الفيديو ده. فناخد الكود اللي بعت. على الايميل بتاعك. او رقم التليفون. واندخلوا هنا. حالة الهابلة دي بقى نعملها. بس كده اللي حساب اتعمل بس انت لسه محتاج تعمل شوية حاجات. هتدخل على الاكاونت. هتدخل على الانفورميشن هنا. او ايوة الانفورميشن. وتدخل على البيلينج والشيبينج ادرس. وبعد كده تعمل حساب بقى هنا هنا اللي هتكتب بقى العنون بتاعك. اللي اتفقنا هنعملوه. تكتب الاسم. هتكتب في الادرس لاين هنا. الانفورميشن الاولاني هتكتب فيه. 7 time sq اللي قدامنا ده. والسيتي هتعملها نيو يورك. والpostal code اللي هتكتبه هو ده. 136. هتدخله هنا. بس والرقم ما اعتقدش نوه لازم. اعمل save لازم. لازم رقم دخل اي رقم. بس. كده احنا هنا عملنا الحساب بتاعنا. ودخلنا عليه العنوان الامريكي او العنوان. ده كده العنوان بتاعنا. نروح بقى الاكس بوكس. ونشوف هنعمل ايه على الاكس بوكس بتاعنا. يلا بينا. بس احنا دلوقتي فتحنا الاكس بوكس. ودخلنا الحساب بتاعنا اللي احنا لسا عاملينه. هتدخل الحساب. وبعد كده هنروح على settings. هتروح على location. المكان. وزي ما قلنا هنتأكد ان المكان امريكا. location امريكا. ولو ما كانش location امريكا وعملت امريكا اعمل restart للجهاز. بس بعد كده هنروح لpayment and billing. وadd payment option. هتدخل بطاقة بتاعتك هنا قد تبقى اسمك. ونقصت. ونقصت. بعد كده هتدخل الرقم. بس دخلنا الرقم. هتكتب تاريخ الانتهاء بتاع الفيزا بتاعتك. text هو هتدخل كلمة search اللي هي بتكون عبارة عن ثلاثة ارقام. بس هنا بقى جينا. انا اول مرة دخل الحساب واول مرة دخل الكلام ده كله. لقيت العنوان مكتوب لوحده. مكتوب لوحده ليه؟ الان اللي المفروض هيتكتب على الفيزا هو هو عنوان حسابك على مايكروسوفت. فانت هتلاقل عنهم مكتوب لوحده اللي انت لسه كتبه على الحساب بتاعك. تعمل next كل حاجة مكتوبة لوحده. next next والرقم مكتوب لوحده. next next هده كده هتعمل save بس اضافة ايه؟ بس دلوقتي تقدر تشامي على الاستور على طول. الموضوع ابسط من كده مفيش. الاكسابوكس الموضوع فيه بسيط جدا. زي ما قلت في مقطع المراجعة اللي كنت نزلته بتاع الاكسابوكس سرياس اكس. ان دي ميزة تخليك تشتري الاكسابوكس عن البليستيشن في ثانية. وميزة هتوفر عليك كتير. ليه؟ لان البليستيشن موضوعه في معقد ما تقدرش تدخل الفيزا بتاعتك ولازم يكون الهانوان بتاع الفيزا بتاعتك فعلا. انما لو كتبت ايهانوان كده زي الاكسابوكس زي ما عملنا دلوقتي مش ايه رضا خالص. فالموضوع ده هيوفر عليك وقت كتير ويوفر عليك مجهود. خلاص انت تشتريمي على الاستور اي حاجة انت عايزها تلوقتي. بالفيزا بتاعتك وانت قاعد عالكورسي بتاعك. مش هتحتاج بقى تروح محل ولا تروح عشان تشتريك على الجيم باس تروح لحد تالت. فيش الكلام ده. انت والاكسابوكس والاستور. الله طول. واشوفكم على خير يا جماعة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.